بسم الله الرحمن الرحيم لي في باطن الغلبي مباهج ورواية من روايات الفحولة قم نغشت الأرض حتى التغيناك فراشا مستحيلة وهواء وسماء وظلاما وسكونا وظليلة وغزالا يطراها فوق عيناك الكحيلة السلام عليكم حباكم عشران وغيرك الشر والله أنا طبعا يعني متابع بس اليومين الفاتدل متابع متابع لدريتين وانا شدت ما متابع بقيت ما عارف اتكلم عن شنو ذاته ما في حاجة ما تابعتها ما في حاجة بتابع اول باول بقت مجموعة كبيرة جدا جدا مخزنة في راسنا نظر الله انه يطلق لساننا ونتكلم عن الحاجة اللي بتحصل طبعا انا تابعت الليلة اهم حاجة حصلت يا جماعة ونحنا كلنا بنتمنى شير عشان يعرف الغير شير عشان نوصل صوتنا للغير أرحبك يا ناس ايمن هجام الفاتح حبابك عشرة الجنجويد باي باي فعلا محمد اللمين حبابكم عشرة من غير كشر يا جماعة ناس دائرة تشير انا جيت مداخر عشان تشير عشان ما داري منو نضرب ما داري الله يبدأنا مضرب والكاب كتضاب مثل الاحزاب لو ما كتضاب كان شالك باب خطاك في الباب مش قالوا نقاضي بحده الباب فالحبابي قلنا لسه عشرة جماعة انا دخلتك في صفحة غلط ولا شنا يا جماعة شير عشان يعرف غير انتصار الجيش ذا بيقى حقيقة حقيقة ما بتغالطوا فيها نفرين يعني وده الحاجة اللي احنا متوقعينها خلاص لو الناس بتتابع انهزام الجنجويد ديل مما انضرب كبرشنبات كبرشنبات لو الناس بتستحضر وحس الليلة الجيش ما قدر يصل من طبعا انا ما عارف دي الناس بيعرفوها الناس القريبين للعاصمة القومية اللي هو وقريبين لمدرمان نحن اولاد مدرمان يعني الليلة منهم بارح الجيش كسر يعني زي ما بقولوا خط عريض يعني فتح بابه مع وادي سيدنا وادي سيدنا ده على جهة شارع الوادي اللي هو وادي سيدنا ده الكلية الحربية وادي سيدنا بتجي من هناك المناطق بتاعت الجندي المجهول وانت جاي كنا نحنا بنجوك لغاية الجندي المجهول نحن ساكني الثورة الحارة العاشرة بنمشي لغاية الجندي المجهول شارع الوادي وفي شارع النص برضو ممكن يجو بيو يعني بتقيل من هناك لغاية ما وصل المهندسين اللي هي المناطق بتاعت الفتحاب هنا خط واضح كده ويجاب بسوق مدرمان وده خط بتاع امداد لانه الناس اللي كانت موجودة في المهندسين كانت ما عندها امداد في الفترة الفاتحة دي قول له كانت بتغاتل عشان تعيش ناس طارق كياب دين لو لاحظت الليلة يادا بق ظهروا لانه يادوب اظنه جابوا لونة لكل النازل كانوا تعبانين تعب شديد جدا جدا الليلة ما لاحظت انه طلع ناس طارق كياب ووصل الغاية العام بتاع الجيش للمهندس انا ما بقول عضو مجلس السيادة لانه لو قلت عضو مجلس السيادة بقول لانك الضرب ده ما عضو مجلس السيادة الغيادة العامة الليلة وصل المهندسين الجنجوي دي انهزم انهزم عديل انهزموا اليومين ديال خلاص وصلوا الغاع وبدوا يتفرتقوا كان مزنوك زن قالت كلف في جزارة طارقية شكله ذات تغير يعني شكله تغير وطبعا انا تابعت كل البرامج دي حتى الفيديوهات النزلات بتاعت الغتل الانا رافض طبعا كلنا رافضين التمثيل بالجسس لكن وانا بتابع كده شفت ناس هاي سمى الخلى شفت كل القناصين بتاعيننا شفتهم شفت ناس الشباب بتاعين سلاح المهندسين شفت الشباب الجو من وادي سيدنا تابعتهم كلهم وتابعت غايد غايد المهندسين اكتر حياء يعني خلتنا اطلع اتكلم انتو عارفينها طبعا انو المقابلة بتاع اللي هو البراء ابن مالك ده يعني شنو البراء ابن مالك ده تابع للجيش ولا ماليشيا جديدة ولا كتائب انت عارفونها ما هيدي بتخوفنا نحن ذاتنا وبتطلع عيننا نحن عارفين الجيش ده ما انتصر خلاص لكن سيقللك مشروع تاني طوالي شنو قابل كتائب قابل غايد المهندسين قابل ضباط ما في مشكلة قابل مجموعة بتاع عمل خاص ما في مشكلة قابل هيئة العمليات على اساسين والدول لكن كتبت البراء قليت احنا نفهم انك انت داعم للجيش انت فعلا كارة والله انت فعلا محمد حسن كارة انت كارة فعلا يعني شنو تفهم انت دار تفهم ليش انت ما تفهم من كلامي انت بدأ كلامي ما قدرت تفهم فيه معنات انت محتاج فهم قدرت عالج قليل نفهم انت واقف مع الجيش او ضد الجيش انت قاعد بالتابعيني لك عشرة دقائق وقبل كده ممكن تكون بالتابعيني ما فاين انت تفهم متين الجيش شنو هو الجيش انت عندك غيادة طبعا ده ما تكون فهموا للجيش انه ده الجيش البرهان والجيش كباشي ده ما الجيش يا باباك ده ما الجيش يا الجيش ده المؤسسة بتاعتنا مؤسسة بتاعتنا مؤسسة كلها بتاعت الجيش الكبيرة بكل قطاعاتها بهيئة العمليات بتاعتها بالبحرية بالدفاع الجوي ده الجيش بالنسبة لنا لكن كونك انك بتقوم تفنة ناس لو انا قمت هاجمت البرهاني يعني انا ضد الجيش تبقى انت ذو الغبي فعلا تبقى كارا انت كارا وكارا ومحتاج انه فعلا يعني ديش كالية لو قمت انا هاجمتك هباشي ما معنات انا ضد الجيش معنات انه في موظف فاسد في الجيش انا ما دايره ليه ما دايره يتمنوا ذاتك انا سودان انا جيش ذاته انا صحب الجيش انا سيد الجيش انا سوداني سوداني اسطي انا الجيش ده حق اينا ده حق المواطن فيه ناس كعبين بقول الله ده الكعبين فيه ناس بغاتلوا غطار مرضى الشباب الحسي بكاتلوا اذا كانوا ناس الأشنى الكبيرة تداوس وبتموت وبتقدم في تضحيات ومقدم روح عربون للوطن ده بالنسبة لي هو ده الجيش لشاك كده نحن مع المؤسسة ذات المؤسسة العسكرية دي اللي هو بتاع الجيش لكن ضد القيادات الحرامية الفازة الجبانة المتخازلة ده نحن ضدها فهمنا ذاته نحن حاولت تبعيني من قصة البراء دي براء ده شنون اللي بتقابله انت يا غايد المهندسين انت تربي لينا ماليشيات تانية يعني انحنا يا دوب انتهينا من دي قدرت تدور لينا ماليشيات تانية ننتهي من حمايتي والهالك حمايتي والجنجويد يجينا بعد شوال براء يقول دائر حقه مجموعة تصاليك بتاع تأولاد كده مقاعدين نون ما ده مشروع بتاع الكيزان ذات المشروع الإسلامي نحن رافضينه الإسلاموي ما الإسلامي لأنه الإسلام ما بيجبه النازل فنحن متكلم الحقيقة حسي الحدث الحصل بتاع بتاع الناس الشائلة الرئيسين ديل ما أنا بقول دي الماليشيات بتاعت الدعم السريع اللي هما الناس كتلوا له النفرين ورابعين رئيسين ديل أنا يعني باستبعد انه الجيش السوداني يعمل كده ده جيش العساكر بتاعينه ده الفهمين القوانين وقاهريننا لكن تأكد انه ده حيكون واحد من الصعاريك بتاعنا الكتائب ديل لأنه ما قائل الكلام ده لأنه مشبع بالانتغام نحن ده شو أقول بتاع مهنة يا زول ما زول مات تاني شنو لا يضير الشاتة سلخوها بعد زبحوها مش قالت كده مش قالت له تاني شنو بعد الزول ما يموت تاني شنو لو علقته ولا سويت له السبعة وزمتها لكن الحرب عندها أخلاق وانا متأكد انه لو حصل الكلام ده إذا ما هي الماليشيات الجنجوية تمثيلية منهم حيكون في تمثيلية تانية حيكون فيها أبطالة أو الكتائب المحايمة مع الجيش دي ودارت تنط بدأت تصهر وشايل ان له الأجشي سكيده والأولاد كعانه شغل بتاعجيه هذا الأمن القديم ذاك به نفس التفاصيله ده نحن عندنا مرفوض يا أبو وما قاعد هنا جامل في الحق ده عندنا مرفوض كمنا قدناك آه ده بغاتل لك يا زول ما تغاتل ذاته نحن مادر انك تغاتل ذاته نحن أخواننا بغاتلوا بلدنا بتغاتل والجيشنا بغاتل ده ربنا قال كده ريالا صدغ وما عادو الله انت منو عدو الله ده ربنا قال كده انت ربنا ده المجموعة بتاع تصاليق والسيس كمان ونحن ضده ونأي كتائب بتقوم ولا اي ماليشيات مع مما نحن كاتلنا نحن نحس بنكاتل انا من الناس الرفضت نقول رفضنا اغتيال خميسة بكر والطريقة بتاعت التمثيل البشعة بجاء اقبلها اقبلها اذا عملها اذا حتى لو عملها واحد من ضباط الجيش برفضة طوال لانه ما ممكن ما بتتجزع العدالة دي ما بتتجزع لكن انا متأكد انه طالما في عماية زي دي حيكون المجموعة بتاعت الصعاليق الاسلاميين دي حيكونوا هون اذا ما الجنجويج بيمثلوا تمثيلها اذا هم بمثلوا في تمثيلية زي دي طبعا دي عادة عادة لانه بدوا الهنزام يعني الماليشيات دي بدت تنهزم الماليشيات والغاحات كلهم بنهزموا الجيش بسجل في انتصاراته الجيش طالما فتح خط الامداد ده معنى انه حاصر الماليشيات دي ودي حاصرها وريك وين لانه قطعني من الكلام حاجيه وحاجيه للمجموعة بتاعت الصعاليق دي اللي هي الماليشيات دي بقت موجودة وين؟ اللي هي مستشفى الدايات وانت ماشي بعد داخل عبدالفتاح ومن هنا وانت ماشي دي الماليشيات في منطقة تمدرمان يا جماعة السيجين الملازمين الملازمين دي جاهزت فيها الماليشيات وفيها طبعا اللي زاع الملازمين دي والماليشيات دي بمثدة طوال لغاية ابو بتاعه لغاية اسماعيل الأسهري اللي هو الصينية بتاعه اسماعيل اللي Man GaSheri وانت ماشي المنطقة الشرقية اللي هي المنطقة الشرقية دي كلها من اسهري لغاية البحر اللي هو كبري شمبات والبحر دي قاعدة في البيت المال ابروف والدلبنة والدورو الهجرة دي كل منطقة كبيرة جدا جدا متمركزة فيها ودي المناطق بتاعة شيخ اللامين اللي هو فيها شيخ اللامين وده طبعا بتخلينا انه يعني التوريك والمنطقة دي بيجت مكتزة بجمهور كتير جدا جدا لان وجود شيخ اللامين في المنطقة دي يعني طم الناس كتيرة جدا جدا انها تجي تحافظ على حقها وده دي رسالة برضو تانية لان انا قبل كده قلتلكش هاتفه مجروح لانه ده ود منطقتي لكن دي ما بتمنعني انه انا اقول الحك انه هو قدر يحافظ على مجموعة كبيرة من الناس انه يكونوا متواجدين حتى يجي تقول لي بيدعم الماليشيات هو طلع قال لك يا اخنا لو دار اطلع الشارع ده ما في طريقة اطلعه يعني هو محاصر واسير زي الاسرة الموجودين في الازاعة الكمية الكبيرة بتاعت الاسرة الموجودين في الازاعة المنطقة دي منطقة كبيرة جدا جدا في أحياء كتيرة جدا والدول والدلبنة والدليدي لسوق الشيجرة det undermnطقة كبيرة يعني المنطقة دي بتغوغع وفي الناس يقاعدين ومتخندقين بالمنطقة متخندقين بالمواطنين البقاية بتاعت المواطنين الما قدر يطلعوا لانه ما مقدر يطلعوا لانه ناس كبار فالسين لانه ناس ما عندهم الإمكانية بينه يطلعوا لانه اطلعة بالنسبة لهما ما aparعرفوا غير السودان وغير مدرمان ما بعرفوا ويمشي وين ذاتهم في ناس ما بتعرف تطلع تمشي وين ذاتها تمشي وين فدي القضية دي بقتلينا واضحة يعني نازل خلاص القدر الجيش يفتح خط امداد من وادي سيدنا اللي هو المطار لغاية المهندسين والمنطقة دي كلها اصبحت بعد ده بنا السهل انه الناس يقدروا يعيشوا العساكر دي التشوين ده كان اهم حاجة زخيرة والاكل والشرب بالليل عنده الزخيرة واكل وشرب ابقى الجنجوي دي تبلو وما تبلو وهم محصورين في منطقة زي دي ممكن يكون عددهم الفين الفين ومتين الفين يعني اكتر من المهم اكتر من الف وشوية في المنطقة الكبيرة دي يعني تبدأ من من البداية الملازمين به هنا بعد طبعا بعد بعد اللي هو جولدينجيت لو الناد بتعرف سوق المورة ده وانت نازل بيتيحت وفاريجريت فاريجريت ده يصبح جزء كبير منه قاعدين فيه وانت طالع بعد ده بتلاقي بوابد عبدالغيوب وداخلية شنو كده علي عبدالفتاح وسجنه مدرمان ومركز شباب مدرمان وانت ماشي دي على يدك اليمين ده كله قاعدين فيه الماليشيات دي الماليشيات دي انتهتوا ما عندها حل والكلام اللي قالوا حميتي بيوضح انه الماليشيات دي بيقات ما عندها اي طريقة انها يعني تغاتل لانه فقدت السلاح بتاعها فقدت الزخيرة الحركة بتاع الغيدة العام والحركة بتاع تياسير العطا والنازل بتورك انه ضامنين اذا تحركوا بطيران ما عندهم ما عندهم مضادات ضربوا بها الطيران ابقى في النهاية الماليشيات دي خلاص اصبحت هالك هنا في مدرمان هالك إلا اخلقوا لها اتفاق إلا يفتحوا لها خارطة زي اللي بطلبوهم خارطة بتاع طرق آمنة اللي هو الطرق الآمنة اللي كانوا بطالبوا بيامنه اللي كان بيطالبها الهالك حميتي داير طريق آمن ليه ما عشان تاكل عشان يوصل سلاح وعشان يوكل ناسه القاعدين دين لانه داخلين في فجة ضيقة بدوا خلاص يجوعوا وبدوا سلاحهم يخلص والسلاح وقت تخلص مضطرين انه يسلم وتسليم مفتاح مقليل في المدرعات دي دي الغالي بيتون تابعين للواء يسلموا طوالي ومشي يشوفوا لهم غير البرا يا بوي يا بوي نحن ما محتاجين للبرا نحن عندنا شعب بعدها عندنا ناس لا مؤمنين بالبرا ولا كده اذا هي كتائب افضل انها هي تسلم افضل انها تتهزم وده الدليل على انها حتتهزم لو هي بتقولون المدرعات دي المدرعات دي لو كانت تابعة لناس البراء كانت زمان سلمتهم سلموا الجنوب كامل الجنوب كامل ما سلموا ناس الغعراء والبراء والكذاب والذي ما سلموهن ذاتهم قال لي تعال انت انزل الميدان عندي اخواني تشغالين في الميدان وظاهرين وانا ما محتاج انزل انا حسي ما في الميدان انا وين يا بوي انا حسي ما في الميدان انت ما جايب خبر انا غير خلي اخواني انا ذاتي في الميدان انا ليه في الميدان انا حسي بتكلم في اللايب دي انا في الميدان لانه عارفين الناس اللي بقولوا انا صح لانه الشعب السوداني بيقى واعي لأنها تريد قصة الماليشيات نحن ضد الماليشيات وضد الكيزان وضد الجنجوي فهذا صناعة واحدة وعارفين انه للاسف الشديد القصاص بهذا الشيء إذا لم يستنفر ان يكون المرنين ليس المرنين لم يستنفر ان يكون هذه الليلة كان بلد الغاعة يتكلمين عن سيدنا الناس الذين قابلوا في ود بوادي السيد الأخواننا وده الأهلنا وده الأصحابنا ده للناس اللي عادوهم تم إعادتهم والجيش من خلاص كان آخر أيام فرتك كل العساكر بتاعينه لو ما الاستنفار ده والتعبية العامة دي والله البلد دي كانت نقدر والحمد لله إنها وصلت للنفطة دي ومشى السيئة بلينا الغايدة العام ده ذاته مضطر مجبرا أخاك الله بطل مضطر إنه يستجيب للدعوة بتاع التعبية العامة وتسليح الناس وفيه نقاط دارين نتكلم فيها فيه كمية كبيرة جدا أنا بشوف طبعا باستقبلوا الجيش ومن حقه إنه يستقبلوا الجيش بفرح المواطنين باستقبلوا استقبال الفاتحين فيه نقطة مهمة جدا جدا الناس اللي بتستقبلوا الشباب دي دين انتوا قاعدين تسويش دين انتوا تقعدين تكورك وتحتفل تحتفل بزنو الأولاد الشباب الكتيرين دين الأعمار أكتر من 25-26-27 سنة انت ليه بتستقبل انت ما تبشل مع عسكرات يا أبوي انت قاعد تسويشنو نحن دايلينا البلد دي كلها تحمل سلاح سودان دا كله يحمل سلاح عشان الناس يستاوى عشان كل الشعب السوداني يستاوى عشان ما في زود صالو يجي شايل لك سلاح يقول لك يا أخي أنا بدافع عنك اتمنوا أنا والله حركة مسلح يا زود انت حركة على نفسك نحن ديل بندافع عن نفسنا نحن ديل بندافع عن نفسنا أنا بديك المستقبل أنا بقريلك في المستقبل عشان ما تفتكرينه كلام بتاع البراء دا طبعا بيحرق ناس كتيرين وناس قاعدين دا المشروع السايقينه سايقينه منه سايقينه الكيزانة الجدد ديل منه ببراء شنو ما هيك ما هو قال الهالك علي عثمان محمد طه كتائب تعرفونها يحن ديل الكتائب التعرفونها يا زول يا جيش يا انت بتغاتل مع جيش ولا انت ما تغاتل همشي شوف لك شغلة تانية يا انت بالدافع مع الجيش السوداني يا انت ما موجود ما انا ما بقبل اي حاجة ما بقبل لا كتائب لا بقبل رعغاء لا باعب صماء دي الماليشيات هتدمر الدولة دي الماليشيات البعدين هتطالب بيحقها ما انا تعبتها قبيل انا كاتلوا معاي ناس ناس الماليشيات دي حرص الحدود وطالب بيحقه وحصلت حرب لما انوصلت في النهاية انو حرص الحدود يتغزموا والغاية بتاعو يتنكل بيو اللي هو الحسي هو راضعا واتعمده مسهلال دورت الحرب جابوا ليه ماليشيات لغاية الليل انا دار اتحل منها ماتوا فيها معظم الشعب السوداني اكتر من 15-20 مليون يتهجروا بسبب الماليشيات دي ذاتها ليه لانو الماليشيات دي قبيل انا حاربت بيامنو الحركات المسلحة طيب انا اقوم اصنع ليه كتايب عشان بكرة ادخل في نفس المشروع انت غبي يا ذو انت ما عندك مخ انت بتغيش السعب السوداني بكرة يا كتايب دي تتفرخ وتليد ليه مجموعة عقارب وتجي تقول داير حقها ما اي زول بغاتل في الميدان لا بقول داير حقه حسي جانو بالسودان داس الفاكير دا مش حكام بحارب مع قرن الليلة ماسك في البلد دي تيتك قال ما بفك اصلا ما كاتل 20 سنة بكرة البراء دي لن يقول لك احنا حقنا براءون براءون من شنو الله يبراءون وطالبين المناصب احنا كنا البراءون انا لا داير براءون انا داير جيش سوداني يا اخ انا داير جيش سوداني داير مؤسس يا اي ما تنجيش ولا كده ما تقول لي براءون ورابط اللو بتاع في راسو كده احمر كده ياهود دا شغلة الماليشيات يا زول يا زول انا متأكد انه والله لو مجن جويد اللي هم عملوا العملية بتاعت الغتل والتمثيل بيننا زيلا عشان يدينوا الجيش السوداني إذا طلعت من الجنجاويد ما حتطلع من الماليشيات بتاعت البرا والكعكاع والبعباع قال لي غايدة البرا شفت الحركة بتاعت جهاز الأمني بيكونوا ماسكين لك طوالي كده ياخي ديال تيبيكا بيوريك وفعلا وضمرضان كل مرة يعاين لي جهازه ياخي بيتكلم مع غايد المهندسين يصلح في الجهاز بتاع اللاسلك لاسلك الشيء هو ما شغال ذاته وين الكهربال بيشغلوا بيها وملبسينه ليكوا حايم من هناك واتشافع صغير بيقابله بيتصفه يعني انت بتقابله بيتصفه جيش سوداني اخي دي كتيبة ملايش ياخي دي كتيب ما كتيبة في الجيش بتاعك دي ماليشيا اول ما يقولك كتيبة دي ماليشيا التنسيتو الكتيبة بتاعت حنينة بيقولها بتاعت اللي هم البعسين دي ما دي كتيبة بتاعت الإسلاميين برضو كتائبون تعرفونها انا اقبل بها كيف التقابل انا بعد المدة كله في النهاية افطر على بصلة بعد ما قدبت التضحيات بعد ما شردوا مننا سبعة تمانية مليون بعد ما خلاص هم شعروا بالانتصال بدوا يسهروا اللي انا خايفين خطاب العنصرية ده خطاب موجود في الميديا بس ده خطاب موجود في الميديا ما يقول شوق بيو الخطاب ده بحاولوا يسوقوا بيو في الميديا لكن هو اصلا في الواقع ما موجود الخطاب ده بسوقوا بيو مشاريع كبيرة الشعب السوداني عارفة لكن خطاب العنصرية ده ما هو لو متوجد بتبقى ما في ماليشيات ولا بتبقى في حركات بسلحة كيف ما هي الماليشيات دي ذاته لو ما خطابها العنصرية ما كانت جات كيف الماليشيات دي بتفتكر ان واحدة من اسباب تكوينه ونشأته انه في عنصرية طيب لو طلع ما في عنصرية ابقى ما في داعي للميليشيات ابقى الاصلي ابقى الاصلي انه خطاب العنصرية لازم يكون موجود عشان الحركات تكون موجودة لان الحركات بدت تنهزم بيت اسلحة الشعب السوداني بدت الشعب السوداني كله يتسلح الماليشيات بدت تتهزم كيف تتهزم لانه سقطت الوصائب بتاعتها زمان كانت بتشيل بندقية بتقول لك انا بدافع عنك الليلة ما عندك حايا يا ابوي انا عندي بندقتي بدافع بيها عن نفسي انتهى الكلام يا ابوي يا زول ده ما قالوا لا يوك كده يقول ليه البراب قدام الوطن بازلوا نفسهم قدام الوطن نحن كلنا بنبزل وطن الشعب السوداني كله قاعد يبزل نفسه قدام الوطن ما كامونك انت بتغاتل دائر حقك ده ما انت اول ما تسمي نفسك وتدي نفسك صفات وتدي نفسك تنظيم معنات انت بتغاتل من اجل التنظيم ده عشان تستفيد به عشان تنتفع به ده كلام ده يرفهم ده يلا تكون زول مخك صغير كده حبه بتاعت ودعه والخردل اصلا اي زول بنظم نفسه عشان يكاتل معنات انه دائر يستفيد من الغتال ده كيف الكلام ده كده لانه نظم نفسه ليه والله عمله لون جبهة اه الجبهة دي لسنو عشان تحقق المطالب يعني هي اول ما تتحقق المطالب بتندسر الجبهة لا لا ما بتندسر بها ما هي بعد ده ممكن تبقى زيه بتبقى حزب ابقى في النهاية اول حاجة اي مشروع بتاع كتايب ده معنات مشروع جديد مشروع جديد يعني انت كشعب سوداني ماتوا فيه والبيئات الالاف بسبب حاجة سمى الماليشيات طيب الماليشيات دي معروفة ان الماليشيات دي الاصل بتاع الكتايب اللي هو يعني دي الماليشيات مرتزغة ساي مطلوقين كله بيغودون اشخاص طيب الكتايب دي برضو بيغودون اشخاص لكن منظمين شوية بتشوفهم في الحزاب عندها كتايب حنين كتيبت شنو كتيبت كده القسام الكتايب دي بتشتغل شغل ارهابي اه عشان تحمي الوطن يا ذول ما تحمي الوطن يا انبت انت غاتل مع الجيش طفا بمصر وتحت لواء الجيش وتحت يعني اوامر الجيش ولا ما تغاتل ماذا لنا تغاتل قال الدعم السريع قال ما في انتصار للجيش في مدربان وهم محاصرين المهندسين ما هم اللي يكون محاصرين مهندسين تانية يعني يكون عندهم مهندسينات محاصرين لكن المهندسين ان احنا شوفنا دي 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 بور ريك انه هم الناس اللي يا جماعة انتهزموا خلاص الماليشيات دي اول نقطة بتاعت انهزامة حقيقة الكلام بدت القيادات العسكرية تتخذوا اللي هو مهاجمة الامارات والمبعوز بتاع الامم المتحدة اللي هو المندوب بتاعنا في الامم المتحدة الكلام بتاعه الاخير ده خوف الحكومة الاماراتية وبدت ترفع يدها شوية عن الماليشيات دي الكلام ده ادى بالمناسبة يعني دفعة كبيرة للجيش السوداني بينه يتحرك لانها بدت هي ذاته محتاجة وفي حدود كثيرة بدت تتقفل وبدأ محمد كاكا ذاته يخاف من وجود الماليشيات في المناطق وهو عارف انه ممكن بعدين الجيش السوداني ذاته يخلق له مؤامرة ماذا كله منظومات استخباراتية بتقدر يعني زي ما تقولي تختصى لي بعض وهم معارفين الحرب دي فمحمد كاكا بدأ يرفع يده شوي لانه بيقى خايف والوضع بيقى مكشوف الحكومة الاماراتية بيقى تخايفة والوضع مكشوف لو لا وجود الغحات لو لا وجود البرهان الحكومة الاماراتية دي كان فضيحة بيقى بجلاجر في الامم المتحدة وكانت لو كان الحكومة بتاع الحرب تكونت كانت ساقت العربات وصورت العربات دي بأرغامة بأرغامة الشاسي بتاعها بمنطقة التصنيع بتاعتها ورفعتها للامم المتحدة دي عربات بغاتل بياد دعم السريع اماراتية وكانت السلاحة اللي قبضته من الماليشيات دي كانت صورته وفيه بالمناسبة التصنيع اماراتي وكانت رفعته للامم المتحدة وده بيأكد الحدث التاني الكلام ده هو المخوفة للحكومة الاماراتية ان تحصل حكومة حرب تجيح حكومة بتاع الحربة حقيقية وتشتغل شغل بتاع جيش الحاجة المطمنانة ومسكتان انه عارفين انه الوضع ده ماشي الوضع ده ماشي وكل يوم السودان بدأ يتحرر من الماليشيات دي دي اخطر حاجة انا حقيقة يا دابك بديت اجعر بانه نحن ماشيين صاحا الشعب السوداني ماشي صاحا ده ضريبة كان لابد انه ندفعه الضريبة بتاعه انه تهجروا اهلنا تتكسر بيوتنا تسرق عربيتنا ده ضريبة حقوا نتطعز منا لانه الشعب السوداني في فترة من الفترات فسد 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 شديد موظفين فسدين نيابات فسدين قضاء فسدين ضباط بتاع انجيش فسدين بلد كلها ما فيها غانوم ما فيها دستور الكلام ده كله رجع علينا ما فيه زول قلت لك موظف في الدولة دي بيكون بيعيش من مرتبه وكذب والله يكذب والله يكذب والله يكذب والله تبقى كذلك لازم تكون فاسد لانه المرتب بداعك ده لو اكلت اولادك تسالي ما بكى فيهم تسالي وزعت لو انت تسالي ما بكى فيهم كلنا عشنا بالموظف في فترة من الفترات بالمرتب ما بكى ما بكى فيك ابقى انت مضطر انك يتاقيا ما تقول لك ده شغال شغل خاص شغال كيف ده مع زمان الدولة بيطلع بدري يا اخي بيطلع بدري فاسد بشيل تسهيلات فاسد بيعمل حصص اضافية فاسد فاسد مزئولتك انك تقرر نازل وتعلمه مش مزئولتك انك تستغل عدم جهلة وانه تجد قررون حصص اضافية عجل تقود في اجيبك يبقى الدولة كلها فاسد في فترة من الفترات وده كان العقابة الحصي حصل ده والدولة سكتت عن الظلم العمله في فضل الاعتصام نفس الصراع الحصل قدام القيادة العامة وحصل في الإزاعة وحصل في التلفزيون وحصل في الغسرة الجمهوري كله كان موجود وحصل ظلم واضطهاد وغتل وتنكيل بابناء الوطن القالوا حرية وسلام وعدادة الكبار اللي بتنضرب دي كبار يقفلوها قدامنا قبل كده دي عدالة سماوية نحن حقه نتقبلها لكن هل بعد العدالة السماوية دي نستفيد من التجربة ولا ما نستفيد تمشي الجبليه براه وجبليه غعغاع وجبليه الغيامة هل ندار جيش وطني موحد ده كلام فيه انتا ما دار فيه كتائب دار فيه جيش ولا مستنفرين المستنفر ده مواطن يستنفروا الجيش وبساعد الجيش ولا مستنفر قاعد في بيته شايل سلاح أنا ما دار دول ماشي بيهدينه ما دار النازل بتقول له بتقول له هل أنت تحمي نفسك هل أنت ليه منتظر الجيش لغاية ما تهلله جيش ده دخل منطقتك خلاص يستنح طواري هي كهوية تنظم للجيش بعد الحرب دي فهي ماليسيا ما تنسى أحداث المناطق المهمة الجزيرة ما عندك منها خبر الجزيرة ما عندك منها خبر ما هو في النهاية حايمين فيها الماليشيات دي يا جماعة الجزيرة الجزيرة حايمين فيها الماليشيات ما هي بيقول لك الجيش تقدم ونحن عارفين أن الجيش بيتقدم الجيش ده بالمناسبة له فترة طويلة جدا جدا ما غاتل الجيش ده حسي حاليا الضباط بتاعي انه داي المتوزعين بيعلموا في المستنفرين داي بيعلموا فيهم إنه كيف يتقدم وكيف يغاتل كانك بتعلم لك في زوج جديد طيب وين العساكر بتعين الجيش ما كان فيه عساكر يا جماعة أنا ما زي الناس الثانيين قعد أقشكي لا لا شفت الناس اللي قاعدين دي الكلون دي كمية بتاعت ناس مستنفرين سودانيين أحرار شعروا بينه الجيش يحتاج لنا مش يقدموا نفسهم الليلة دي ما في منطقة قدمت لا 500 ولا 600 نفر أقل مناطق قدمت 2000-3000 من شبابه أي منطقة حسي الناس الموجودين والناس اللي كانوا مرفوضين والناس اللي كانوا يعني أعادوا خدمتهم والناس كلهم شرطة كلهم يتلموا في معون واحد حسي في الولايات دي الجيوش القاعدة دي كلها هتلقى فيها الأصل بتاع الجيش الناس اللي كانوا شغالين ممكن يكونوا 500 نفر لكن في المعسكر يكون قاعدين 7000 7000 دي الناس الرفضون جراجعين الناس اللي كانوا في الجيش الناس اللي اشتغلوا عزة السودان الناس الجب لله كده شغالين شيلوا اسلاحي دابوا عن بلدهم وكمية كبيرة جدا جدا عشان كده التعبية العامة هي الغيرت مسار الحرب دي كلها قسم بالله العظيم شفت كلامنا بتاع التعبية العامة هو الغيرت الكلام ده كلهم الجيش اكثر شيء حريص على وجود الدعم السريع الجيش ده كيف حريص يعني حسي الناس محمد صديق ديل حريصين على على وجود جيش ده كده يعني ده فهم غلط الماليشيات معناتها تستغل لك سغل فارغ ساي معناتها تستغل لك سغل أي كلام معناتها تستغل لك سغل ايرتزاب أصلا وقت تتبنت الماليشيات دي تتبنت ضد إراضة الجيش ذاته لأنه أصلا كان ممكن تتعمل في الجيش هو الناس اللي بغاتلوا ده للمشدل ذاتهم بتاعين الدعم السريع ده بتاع الدعم السريع ده كان ممكن تلحقهم في الجيش وتسفرهم على زيزن الجيش السوداني بيدعم بيحاول يساعد في حرب اليمن ودي ما حقيقة طبعا لكن مش عمل الماليشيات ليه لأنه ما عنده طريقة غير أنه يعمل ماليشيات تغاتل لأنه ذلك يجب فيها النيجر وذلك يجب فيها مالي وحاول يستفيد منها ودي عملنا ناس محمد بن زايد محمد بن سلمان عشان كده بقول لك أصلا الماليشيات ده ما ممكن يبقوا ماليشيات إرهابية وحسي التعبية العامة ضربة الكبري بتاع شنبات هي الغيرت مسار الحرب دي كلها والليلة الماليشيات ده خلاص بدت تنتهي جماعة الجيش الأمريكي ما قادر يسيطر على الحدود والله يا أخي الجيش الأمريكي طبعا عنده إمكانية ما قادر يسيطر كيف هما الجيش الأمريكي مرض بسيطر في حدودنا هنا هو يكون عارف البحث اللي يحصل عندنا هنا قال لي نحن عايزين حكم إسلامي جيد دولة الرسول صلى الله خلاص لما تجي إنت خلاص شوف لما تجي إنت وما تبقى رسولي تحسي إنت لو دارت بقى دولة إسلامية تمسكها منه شي خطوف ولا شو تجيب لنا شي خطوف تجيب فقيري إنت قدي يجيب لك ناس عشان تخلق دولة إسلامية إنت المجموعة بتعينك ديل إذا هما أئمة بيأخذوا قروش عشان هو مؤزم بيأخذ حق العزاء والقاعد شغال اللي هما الأئمة ديل بيأخذوا حق الإمام تقول لي دائر دولة إسلامية أنا متأكد أنه زيل بيقول لك الدائرة الدولة إسلامية وتلقوا لا تصلي ما نوع من المعاكسات نوع من المعاكسة الله تلقى صلى الله ما يسمي قال لي ما يسمي هو نموذج لليبيا وده حقيقة والله وأنا قلت لك المشروع بتاع ليبيا نفس المشروع بتاع السودان اللي هي نفس الطريقة اللي عملوها عشي الكلام ده وده دليل على أنه تحية لك يا محمد علي المشروع ده عمله في ليبيا تبكا تصميم كده صممه وقبل كده قلت لك أنا قاعد مع ليبيا قال لي والله اللي بيحصل في السودان ده نفس الكلام اللي حصل عندنا قال لي سبحان الله قال لي الآن التدوين شغال في سلاح المهندسين التدوين يعطو ده كلام على عواهنه ما فيه إزبات ونفرضوا انه شغال ما قبله كده شغال سويشه وما بضربوا في سلاح المهندسين لون عشر أشهر سويشه ما خلاص الماليشيات تهزمت طالما الحركة تمددت هي ذاتة بعد أصبحت هي ذاتة داخلة في فجة ضيقة والجيز كلهم بسجل في انتصارات حقيقة نشكر والله الطيارين وصلح الطيران دولة الإسلامية لا يعني أن تتبع رجل أو جماعة بل منهج أو دستور يكون إسلامي ده كلام ساهم ده كلام بدون فهم تمساح ولوف انت فعلا تمساح ولوف وفي تمساح ولوف تمساح حلوف تمساح بربوف يعني انت تقول لي تمساح ولوف لا قاعد تمساح ولوف انت اسم الغلط كيف تجيب لي كلام غلط دولة الإسلامية يعني دستور هوين والدستور اللي بتضعه يعني آه تخشت الغرآن هو الغرآن ده دستور للعالم للدنيا كلها للبشر كلهم ده ما لك انت ده وده انت ما بتقدر تأذي يعني ما بتقدر يعني هو الغرآن ده لغاية حس الناس بأربع إم واختلاف كبير جدا جدا لأنه بح انت كيف تضعه انت عندك حيات معين انت بتاخد منها اللي حيات دي لازم انت يكون عندك إطار للدولة الإطار بتاع الدولة ده الدين ده بله والدين لله والوطن للجميع ده الناس قاعدوا مع بعض وجعلناكم شعوبا وغبائل لتعارف إنا أكرمكم عند الله يضغاكم يعني ما قال انتوا نازل وكتكونوا شعوب وغبائل لموا بعض وخدتوا الدين ده وحكموا به يعني خدتوا دستور الدستور ده بيختلف ده دستور حياتي وده دين برجع للبشر برجع لنا نحن مسؤول منه انت الله سبحانه وتعالى بيزال لك التنباشر ما بيزال الناس قل لا ما بيزال الدولة أي زول بيحاسبوا بينفسه يعني كلام ده قلنا كثير الوطن ده عنده دستور براه وانت النازل بيقعدوا بخدته زي ما بقوله مكاتبة بيناتهم المكاتبة دي كبيرة بتنادي بدولة بتاعة المواطنة بتنادي بدولة بتاعة المساواة الناس بتتساوى فيها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا قاعدين معهم مسيحيين وكانوا قاعدين معهم جنسيات كثيرة وكانوا بيدعاما معهم ليه ما قالوا ليه أنا تسلمم وأنا ما جنسيات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الدين الإسلامي لكن ما كانت دولة إسلامية كانوا قاعدين يقولون بيتبايع معاون ورهن درع واحد مسيحي ومشاريع كثيرة وكان بيتعامل معاون ليه ما أقول لهم لا لا والله ما أبقوا مارقين يا دولة إسلامية يا تتخارجوا ولا يكشنوا في والي الخرطوم ولا ما عندي راية أنا طبعا أنا أفتكر إنه ما في والي حاسي أنا أفتكر إنه لازم تتكون حكومة حرب أنا ما بقدر أقول لك إذا يفيه إنه قوي ولا بتاعة ده ما شغله ذاته ده شغل بتاع حكومة بتاعة حرب بتبدأ تشتغل شغل بتاع حكومة بتاع حرب عشان تأسس ليه دولة لكن يقعد يقول لك ده دوالي كويس ودوالي كعب وبعد شي لا نغير لك داك وما نغير لك داك معنات أنت مشيت معاون ليه سياسة معنات أنت مضطع يستعمل تعصت من التجارب ذاتها هده ما أخدها على ذاته ويجبوا لك بعد شغل وزيرة المكلفة بتاعة وزيرة الداخلية المكلفة ده شغل بتاع حكومة عسكرية جيش يشتغل جيش يكون حكومة بتاعة حرب عندها جنرالات ده اللي بيوزعوا المهام بتاعة الاقتصاد والمهام بتاعة الإعلام والدبلوماسية وكل شي لكن أول ما يمشي معاك مسار ليه زي ده إنه البرهان بعدها حلمان بيحلم بالسلطة ما سمعت والله رأيك شنو في الانصلاف ما سمعت والله البرهان سبب كل اللي بيحصل ده هو زي البرهان ده والناس كلها عارفة إنه سبب المشاكل كلها لكن ما داري هو ما داري فيك البرهان ده ما داري فيك ما هو داري بقى رئيس مجلس سيادة الفاتح عروة ده العميل قلنا لكم الفاتح عروة ده عميل بتاع سي اي اي بخيت والماليشيات في أسوأ حالاته فعلا ما قلت لك بحريقة وبالنهاية يهم مطارط أنا ما كلمت قلت لك بخيت بحريقة وهو يهم ده في النهاية مطارط نفسه الهناية هو ذاته ما ما عرف ده هو لا ما هو هل هو وفقد الزاكرة هل هو ومتلاعبين فيه مركبين ليه آيات في قرعينه ده معقول يكون حمادتي شكله كده الكاريزما بتاعته قتلفت مركبين الوجه بتاع ده كان الاسم منه وجدي صالح ملصقينه لكن ده كان رأسه كبير شوية وجدي صالح كيف ركبوا في رأس حمادتي ده وراس حمادتي فعلا صغير شوية كان حقه يكون أكبر اللي يكون امتص شوية من رأس ويدي صالح يعني كله بشغال بيفهمه لكن هو موجود ولا هما موجود حمادتي خلاس انتهى هلك ودي كنا كلنا متوقعين أنا قلت لك في انها هايلك حمادتي رئيس السودان الراجعة رئيس الوزراء ترشح لمنوق الفترة الانتقالية أنا ما برشح لها شخاص يا عبدالعزيز عبدالعزيز أنا ما برشح لها شخاص أنا دار منظومة تيتأسس دولة الكلام ده ما بقون بيونفر إذا ما تعودتينه طواري ياخه الموضوع ده لازم يكون بيونفر والله نحن دارين لنا ضابط إم لقاشو دارين لنا راجل واحد ده كلام بتاع عوارسي الوضع ده اختلف من زمان دارين منظومة تأسس لعمل زي ده عشان ما يبقى أمرنا عند ذول واحد ممكن يخطئ وممكن يصيب يعني انت قال الناس وقت قبير رية تجمع المهنين ده وكانت مفتكرة انه القبة تحتفك وكانوا قالوا انه الناس وطنيين ليه ما لانا دي كانت كمنظومة كده الناس كلها بتقبل بها انه في النهاية نازل بيقعدوا مع بعض بيصلوا لشورة بيختاروا الحاجة الممكن تقدم حاجة تقدم السودان ليقدامه لكن اتضحت انه في النهاية اول ما يدعي الحمدوك بيقعد عن ذول واحد وهو قدر تلاعبه البرهان وقدر تلاعبه وحمايته وبيقع عميل واضح للمنظومة بتاع الدعم السريح فلادين تكون فيه منظومة متكاملة عشان تأسس له دولة انت محتاج تأسيس دولة محتاج اول حاجة تأسس احزاب تأسس دستور انه كيف يحكم السودان ما من يحكم السودان الكلام الحاسي قاله قبل شوية الزول اللي بتكلم عن انه يحكمون بالدين الاسلامي ده ده ما معناته اتب في النهاية شايق المشروع ده ذاته المشروع تاني مشروع بتاع تمييز لناس معينين كيف تمييز في ناس مع مسلمين اه ده ما عندك حاجب قماري ده 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 ذول معين وحضرته ذول كده فيه ناس هناك فا المهم يعني اي ذول بيقوم يختار لا نحنا كلنا نتلمى في حاجة واحدة في السودان واحد لا لا والله اللي ده دولة اسلامية عروبية جوعينك ده كلامهم ده كلام الناس الجهلة كيف يا ذول انا ذول من جبال النوبة انا ذول من غرب السودان يا ذول انا ما مسلم اتا ما معنا ده دولة اسلامية وتتحاكم بالاسلام ويفطعوا يدك لغم انه ما قاعدين يكطعوا يدك يا اخي يا ذول انا ما مسلم ما عندك حك في البلدي كيف ما عندك حك في البلدي يا ذول انا ولد جدا عن جد عن ابن عن جد عن حبوبة عن خالة تقول لي ما عندك كيف والله كده نحن نحن الاغلبية طيب كويس الاغلبية ده تأثير شنو علينا والله تأثير انه يحكموك بالدين الاسلامي كيف نرجع للطواري والحدود والناس يربطون والجنوب لو غلط والسكر يبدو يكابس محلات السكر وده كل حاجة يعني بورتك ده ما مشروع الدين ده ما مشروع الدين الاسلامي الدين الاسلامي قضدته ما في العغاب يعني ما في العغاب كعغاب الدين الاسلامي قضدته اخلاقية انت دار تهينوا البشر يا ما انت دارين تهينوا البشر الدين الاسلامي لا تطبق بفهم كونيتو رايك شنو في منو كده السافنة 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 ده شنو السافنة ده الناس غابلين مو سهلاء للسافنة الناس اللي بتزال يقي جماعة دول ما بيزالوا منهم الزول ده اصلا زول جاهل يعني السافنة زول جاهل ومو سهلاء ذاته زول جاهل وده الناس بتربطون القبيلة حس الليل بتدابع عن بعض بالقبيلة السافنة ده نكلبه حميتده تنكيل جادعه في السجن الليلة ده هو بدافع ليه لانه القبيلة قالت كده اول ما تنادي بالقبيلة معناه تنت يعني انت ما بتعرف الوطن ذاته ولا بتعرف قيمة الوطن ما هو اصلا الوطن ده عشان اول ما يجي تكون حقيقي ويبقى تزول عنده حب للوطن لازم تزول حبه للقبيلة وتزول حبه للحياة كثيرة يعني يبقى الوطن رغموا مش طالما انت مرتبط بالقبيلة معناه تنت ما بتحب وطنك معناه تنت مرتبط بقبيلتك فيه ناس بيحبوا ايه والله بيحترم قبيلتك علاغات اتماعية متماسك مع قبيلتك بحب قبيلتك لكن ما بدخله مع الوطن ما بربطه بالوطن دي علاغات اتماعية مخصوصة هي بلاها ما بتربطه بالوطن الوطن ده ممتد الوطن ده نسيج اتماعي متكامل دولة كاملة بتدافع عن نفسها الليلة لو جيت انا ماشي في الشارع لقيت واحد سوداني بيضاربه فيه بيشكله فيه بغض النظر عن هو موجود وين انا هدافع عنه بغض النظر عن قبيلتك انا هدافع عنه الليلة العمل اللي بقوموا به والعمل بتاعنا غابي ده انها بتدافع عن الشعب السوداني محن ما انت موجود الناس الزعلانة من السفارات دي السفارات دي ما قايمة باعباء ليه لانها ما قاعد تدافع عن المواطن بتاعه البدافع منه والله بيمشوا ناس القبيلة بيمشوا ناس العلاقات الاجتماعية بتاعينه بيمشوا اصحابه لكن الدولة ما قاعد تمشي الحاجة اللي بتحصل في مصر الليلة الاعتقالات بتاع الشباب اللي بتكلموا عنها السيون المصرية المليانة بالشباب السودانين ما في زل بتكلم عنها ما السيون المصرية بس السودانين في مزيونين في اي فجة رأيك شنو في صلاخ الغاحات الغاحاته الغاحاته مشروع بتاع دعم سريعي جماع غاحاته دي المشروع ان اصلا قبل كده جابوا المرتزرة سنة ستة وسبعين ده مشروع انه دارين يحكم البلد يفتكرو انه عنده الحقب بطاقه حق الوصايا التاريخي الدولون الانجليز الدولون اجدادهم وهم مسكين القضية ذاتها من اجدادهم عبد الرحمن المهدي سلموا الانجليز بعدها استلم الصادق بعدها تستلمها مريم بعدها استلمها كده ده مشروع واحد يعني ما بيتغير الغاحاته ده المشروع بتاع الدولة القديمة حتحاربك الى ما لا نهاية قال لي رأيك شنو في تمثيل الجيش بالجسد اتكلمت عنه ورافضينه الكلام ده نحن رفضناه وكده عمله الجنجوي الده في خمسة بكر وانا قلت لهم بفتكر انه المشروع ده ما حيكونه جيش حيكونه جنجويده حتكون تمثيلية نمرة واحد نمرة اثنين اذا طلع والله كلامك غلط يا غالب والشغل ده جيش ما حيكون الجيش حيكون الكتائب بتاع طلب الره ده حيكون الكتائب الاسلامية الما عنده اخلاق لانا ما بتعرف تحارب باخلاق اصلا لكن الجيش ذاته عنده اخلاق نحن عارفين العساكر جيل وقسم بالله عنده اخلاق عساكر الجيش جيل كلهم عنده اخلاق ما بيعملوا كده نظر الله هنا الصحة الوطنية لسه غاتلوا في جنوب السودان ليه ما كانت عنده جرائم زيدي غاتلوا في جنوب السودان غتال مر ليه ما كانوا ببشعوا بالناس ما كانوا ببشعوا العساكر بتاعنا نظر العساكر بيعرفوا الاخلاق بتاع المهنة ذاته بيجيدوا المهنة ذاته وبيحترموا بيحترموا الاسير وشوفنا التعامل بتاعهم يعني قل ليه كلامك صحيح ديلك اذا اكيد كمان نحن جد اي حرب ما اخلاق غيري جماعي نحن بنرفضها نحن سودانيين عندنا اخلاق يا زول وما بنبشع بيزول بعد ما يموت يا اخي وزول مات تاني بنبشع بيه وكيف يا اخي تاني ما مات مشى لي ربه تاني حتفيت شنو يا اخي هتفيت شنو انك تتقطعوا ولا تجعوا يعني تراجل يعني وهو الزول مات خلاص ادفن الزول لا تقول هنا ياهو بيكتع دايما لو لاحظت الجيش واكتيبه بيكتع الاسبع داك عشان يحتفظ بالوساغ بتاع الزول المادة شغول عادي اللي يعني بيعرفوا شغول لو اصلا عساكر بتاعين جيش طوالي بيمشي هناك تاك 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 بيكتع الاسبع بتاعه دا ولا بيقلع جزه من منطق بتاع سنونه كلها بيشيلوها في كيس على اساس انه احفظوا البصمة الجينية بتاعته بيقول لك ياهو دا فلاندا يوم ما يجو يزعلوا اهلو ولا يجو كده وبتاع بيفتش البصمة الجينية تبقلون اي ولا تكون دا مات ولا ما مات دايش يقول له يعني احسي حاليا جماعا البغاتل الغتالة المرضم مجيش بلاوي يا جماعة عشان ما انت كده اقعد كده التورينه هو البغاتل اولا وادي سيدنا دي فيها قريب لي سبعة تمانية الف مستنفر الحركة الليلة الحركة بتاع وادي سيدنا دي موظمة عساكر وضباط تمت اعادتهم تاني ميات كبيرة من المستنفر القضعة ديتنا فرصة نشرب لنا جوم وبتاع الشاي والله القضعة اقلت لك الخطة الامدادة اللي تفتح دا دي مستنفرين ودين ناس هيع العمليات ودين بيهن ناس عمل خاص اضافة الى مجموع من المدرعات يعني سلاح المدرعات حقيقة ده الشغل ده قاموا بيه الجيش كجيش خالص كده ما قام بيه ما براوي يعني معه المواطن ده معه المواطن المغاتل له معه المواطن التم اعاد نفسه للخدمة يقول ليه شاي بالماء لا شاي باليانسون ما بين النعنع شاي المنعنع ده بيشربو ناس التانين بيشربو ناس الغيادات بتاع الغيادات العسكرية وبيشربو ناس التانين والمجموعة بتنبح بتاعت الماليشيات بتاعت التابعة للدعم السريع ده ده بيشربو الشاي بالمناعنع ده مجموعة كبيرة والطبالة ديك انا ما شايفون اليوم من ده اظنوا سكتوا ساي ما شايفنا صربيع ولا كده ولا برال وكده ما شوين الجماعة ده الجماعة ده القروج قفت ولا القروج بكت ما كثيرة ولا اجورهم خفضوا لهم اجورهم لا خايف يشيرو لك الصالحة العام كلهم يشيرو لك الصالحة العام بيكشف كبير زي زين الغيادات من الصباح نسمع إغالة البغال من الدعم السريع وغالة ربيع من الدعم السريعي وغالة اللواء خالسي لك من الدعم السريعي وغالت كده هايحصل اللغالات ده كبير نحنا اول ما عقق اسمه بنوع عرمان ده ارتبط بالدعم السريع لنضميننا والله أنه نحن من الناس الحرب دي دعينا لها والله نحن نفتكر أنه لو ما الحرب دي السودان ما بمشي لك ما بتحرر عديل الحرب الدارة دي نحن دعينا لها عديل كده أنه نتحلى من من القيود والمزلة اللي كانت موجودة من الدعم السريع قسم بالله العظيم أكثر حيطمنتنا أنه الججل حينتصر ونحن حننتصر اللي هو ياسر عرماندا أول ما ماشى الدعم السريع قلت لهم خلاص الحمد لله لأنه دمحين ما يمشي بيدمر أها ياسر عرماندا أول ما يتلمى مع حمدوك وتلمى مع الهالك حمدتي كنا ضامنين بأنه حمدتي قضي عليه ربيع قال لي يتوعد بدخول شندي قبل رمضان والله يمكن يعمل محاولات انتحارية يعني لكن في نهاية هم النازل خلاص يتبلوا شندي عشان يصلوا كانوا محتاجين لهم خط بترول يقوموا بأعرباتهم يمشوا بهوه كانوا محتاجين غطاء يوصلهم لشندي ما ليقول أنه المناطق مكشوفة والطيران بيحسد أرواحهم والليلة الشعب السوداني خلاص كمية كبيرة من الناس المستنفرين بيقول لهم الإسلاح المزاعين في أن الجيزة كلهم يخش مناطق حقه المنطقة اللي يكون موجود فيها يسلح الناس كلها شباب صغار كمية كبيرة أنا ذاتي كنت مستغربين أنه فيه كمية لسا ما طلعت لسا قاعدة لسا بتكابد زياني بتعيش الفاغة في السودان هناك لكن ما طلعت يا ليه الجنجوري السبيل الوحيد للغطاء للجنجوري هو التكاتف كلها طيافة وده حقيقة والله التحية لك يا هو الشعبي فعلا لو تكاتف كل الشعبي حمل السلاح ما شايف فيه ناس بتيجي تتفرج وناس بتهلل تهلل لاشي يا بول عمرك كم سنة يتو والله عمر 22 23 يا زول شي أمشي سيلك سلاح بل خلينا من التهلل أنت دار تهلل ليراجل لغاية حسي أنت منتظر الوصائل لغاية حسي أنت داريك وسيط تقعد في البيت يا زول إذا لم يكن من الموت بدهم فمن العجزة أن تموت جبانا أمشي أحمل السلاح ده والحرب دي لاتهت الليلة شيل السلاح وارجع ببيتكم خلي التاريخ قاعد خلي التاريخ لأي زول باعتدي عليك وبيعتدي على أهلك حيقعد السلاح الليلة وحيقعد بكرة وحيتشيروا بعد بكرة أنت تعرف أن كل الشعب ده مسلح والشعب ده الثاني مفرق ما يقول لك يا مع السلاح يجمعوا لشنو السلاح قاعد قاعد يسوي شنو قلت لك معظم الأمريكان دي لبسلاح من الحصد شنو دولة آمنة الناس مستمتعة حوادث بسيطة بتحصل قاعد تحصل عندنا أكثر منا وبيموت أكثر منا وما عندنا سلاح طبعا ما أي زول بيجي يقول لك والله السلاح يا أخي السلاح مشكلة كبيرة يا زول السلاح يقول لك من مشكلة كبيرة المشكلة كبيرة أنه يقلعوا حقك وانهبوا أرضك ويختصبوا أسرتك دي المشكلة الكبيرة ما في أكبر منها المشكلة الكبيرة أنك ما تقدر تدافع عن أسرتك المشكلة الكبيرة أنك ما تقدر تدافع عن حقك ومالك المشكلة الكبيرة أنه يختصبوا أسرتك قدامك دي المشكلة الكبيرة يا غبي ما المشكلة الكبيرة أنه عندك سلاح مسلاح في النهاية أدته للعسكري إتا لأدته للعسكري إنت القبيلت بأنه مجموع من العساكري ديتا لتشيل السلاح عشان إتا مع كل واحد كل مواطن في السودان يشيل سلاح كيف الكلامنا ما هي يعني حس كانت في الدولة الإسلامية وكانت في مماليك ومماليك كبيرة سمعت بأنه واحد من الملوك دي ولا واحد من الدول الزمان السابقة جمع السلاح سمعت بالرسول عليه الصلاة والسلام جمع السلاح ما دل الناس اللي بيكتبوا عملي فيه إسلامي سمعت بالرسول جمع السلاح قال الناس تقلم سلاح نحن نبقينا دولة آمنة جيولهم كلام من راسهم لا ما سمعته والله يبقى من حقي مواطني في السلاح دائما زمانه وحس الوضع يتغير الوضع يتغير كيف الوضع يتغير وش الوضع اللي بتغير وقت البلد تبقى آمنة ذاته مطمئنة إنك تطلع ما يجيك حاجة الوضع يتغير في فرنسا هنا الشرطة عرفت مهامه الحقيقية الجيش عرف مهامه الحقيقية المواطن عرف حقوقه الطبيعية يبقى دا الوضع يتغير انت كيف والله نحن لسه المواطن لسه طيب خلاص يشيل سلاح لغاية ما يعرف ويفهم يفهم العساكر بحقوقه الطبيعية يفهم الشرطة إنها كيف تعمل عمله الوطني طبعا أكثر حاجة كهتلاون الجنجاوية دا لأنه الانهزام بتاعهم في الفترة الأقيرة دي يعني انهزامهم شديد يعني انهزامهم بده واضح انهزام خلاص في مدرمان بده يا خلاص ماشين للنهاية بتاعتهم أول ما تزقط تزقطوا مدرمان كامل بعد داع في بحري بعد داع اللي يشوف له حل بيبقوا الوحيدين القاعدين اللي هم المجموعة القاعدة بتاعتهم بتاعت الخرطم بتاعت الخرطم عندهم متنفس واحد اللي هو الكبري بتاع جبل أوليا اللي هو بيطلع بهناك ما عندهم أي حل إلا الكبري البهناك داك لكن بهنا ناس الخرطم ذاتهم حيكونوا داخلين في فقية ضيقة ما انت كل مرة حتضايق على ونول ما تكفي له من درمان خلاص موضوع انتهى الخط الفتحوه الهلال الكبير الفتحوه من وادي سيدنا لغاية المهندسين دي كده بعد دا المؤون البزي داخل كلها بعد دا هي تحت ما ظلط الجيش ما في طريقة هنا تمر ما في أي طريقة هنا تمر عسل تغزي الماليشيات اللي قاعدة في المناطق بتاعة بيت المال والملازمين ومدرمان القديمة ودي ودي الآخرون يعني في تاني مجموعات برضو قاعدة على جهة الصورة ومبدة في مجموعات برضو قاعدة بهناك لكن حتنغشع ما عندها حل الكمية بتاعة الجيش بتاعنا بقت كتير المستنفرين كمية كبيرة الليل الناس الموجودين كوات نظامية في مدرمان بس ما يقل له عن تلاتين ألف أقل أقل لعدد لون تلاتين ألف سلاح المهندسين سلاح المهندسين اللي قال قبل شوية ده الليلة سلاح المهندسين قام فيه سبع عالوية الليلة فيه أكتر من تناشر لواء بس في سلاح المهندسين وفيه زخيرة وفيه سلاح جديد متطور دقل يبقى في النهاية كده بعد ده البلد ما شل الإطمئنان بتاعه ما شل النهاية بتاعته والدليل على كده النبيح بتاع الغحاته والنبيح بتاع الهارك حماية والسعادة الكاسية منه ناس الكباشي وناس يعصير العطاء وبدوا يتحركوا بدون رغيب وبدوا يتحركوا بنفس مرة المهندسين ومرة ماشيين كده يعني بدت يعني حركتهم تزيد هذا دليل على انتصار الجيش بقى هي وشرق النيل بس المشكلة الشرق النيل دي شرق النيل هي المشكلة الحقيقية متوكلة العطاء بده في مجاملات يبقى ضيعنا ويشهدها نحن كلنا بيخاف إن النهايات حقيقة يعني عندنا إشكالية الشعب السوداني عنده إشكالية في النهايات ما بينستروا تتذكر في الكورة مش بيقول لك ما بينستروا شكرا بنظر الله إنه الفترة اللقيرة دين نستر لأنه النهايات دايما هي الحاسمة العبرة بالنهايات دماما طوالي تتذكر رشيد بده عبيت في الكورة كان طوالي مش كنتي يقول لك يا أخي أنا عارف ما بينستروا نحن خايفين إنه الغيادات العسكرية دي برضو في النهايات تمشي للنهايات بتاعدها وما تنستر الغحات دي ما منستروا نحن كلنا بننادي بإزالة ماليشيات الدعم السريع العسكر للسكنات والجنجويد الحل لكن هما بدل يحلوا الماليشيات ورجوا العسكر للسكنات قاعدوا يتقاسموا معاهم في النهاية نصر من الله نصرا غريبا بإزالة نصر من الله يا جماعة تحياتنا لكم نصر على الله إنه يحفظنا ويحفظكم يا أخي قاعدوا